قصف جوي ومدفعي من الجانب الإسرائيلي على جنوب لبنان سبقته عمليات تسلل عبر الحدود باتجاه إسرائيل تبنته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وطرت الأجواء بعد ظهر اليوم فهل تتوسع حدود طفان الأقصى حتى لبنان في حال توغلت القوات الإسرائيلية بغزة على قاعدة وحدة الساحات أعتقد أن إيران لن تسكت وممكن أن تدخل حزب الله بمعركة لإرباك الاحتياط الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي وهذه المعركة لن تكون على أرض لبنان فهناك استعداد أن تكون في الداخل الإسرائيلي في الشمال في الأرض المحتلة وأبعد من مناطق المحاذية للبنان السيناريوهات مرهونة بالرد الإسرائيلي إذن على ما اعتبر من أعنف الهجومات من قبل قوى فلسطينية عليها منذ مدة إسرائيل تعمد حاليا على إعادة السيطرة على المستعمرات التي فقدتها هذا من ناحية عسكرية من ناحية الثانية هناك رشقات كبيرة من طيران صواريخ جوية تستعملها إسرائيل كأرض محروقة يعني لحد الآن هناك تقارير أنها استخدمت حتى الآن ما يفوق ما استخدمته في 2006 على الضحية هل سيتوغلون بداخل غزة بحرب برية؟ هذا يعتمد على قدرة الجيش الإسرائيلي وهو لديه القدرة بقتال الشوارع ولكن إذا ما اعتقد أنه يدخل في الضفة الغربية وهناك تعاون أمني مع السلطة الفلسطينية هذا الموضوع ليس صحيحا في غزة لا تعاون أمني بل شعب مأسور في الأسر ما بين معبرين لذلك أعتقد أنها لن تكون نزهة للإسرائيليين في ذلك في حديث صحفي يكشف وزير الخارجية عبدالله بوحبيب عن تلقي الحكومة اللبنانية وعدا بعدم تدخل الحزب في حرب غزة إلا إذا تحرشت إسرائيل بلبنان فيما نقل عن مسؤول إيراني قوله إنه إذا تعرضت إيران للهجوم فإنها سترد بضربات صاروخية على إسرائيل من لبنان واليمن وإيران فمن يصدق؟ شكرا